نهاردة عندنا المجموعة التانية مجموعة التانية هتبدأ النهاردة وهي مجموعة مكونة من المجموعة المتوسطة بتضم المنتخب الإنجليزي الإيراني المنتخب الأمريكي وويلس يعني إنجلترا إيران أمريكا وويلس تشوف المجموعة دي ازاي ربما فيه تناقق يعني بتأكيد إنجلترا في نوصلة 2018 وصلت فيما بين الفاينال فور الأربعة الكبار طبعا تبقى مرشحة للوصول أدوار متقدمة هاريكين موجود على رأس القيادة الهجومية بالنسبة لي المتخب الإنجليزي وأحد الهدفين التقال اللي موجودين هما مجموعة من العيبة كأس العالم تفاصيل واستراتيجيات بالنسبة للمداربين واختبار للمداربين لأن المداربين ما خدوش معسكرات طويلة ما قبل هذا الكأس لأنه في المعظم بيبقى كأس العالم في شهر 6 بتبقى دوريات انتهت بياخدوا أسبوعين 3 بمباريات ودقية كأس العالم ده لا هو إسبوعه واحد فقط تقريبا كل المتخبات عملت مباراة واحدة وبدأت تدخل في كأس العالم فهو اختبار بالتأكيد لساوس جيت هذا المدير الفني المحلي أو الوطني بالنسبة لي المتخب الإنجليزي خبرات مترقمة لأن معظم العابين دول شاركوا في روسيا 2018 بالنسبة للمتخب الإنجليزي وأعتقد أنه قادر على أنه يتفوق نهاردة عنده منتخب إيران منتخب إيراني كهادة كارلوس كيروش المدرب الأسبق لمنتخبنا الوطني الأول راجل مرة إيران قبل كده وبيعرف يتعامل مع قدرات وإمكانيات لعاب المتخب الإيراني ما عندهمش أسماء كبيرة عندهم على المستوى الفردي عندهم مهارات بس ما عندهمش أسماء بالضبط لكن على المستوى الجماعي لو قدروا أن هم يتملكوا دفاعيا ويصدوا خطورة المتخب الإنجليزي ممكن يكونوا أو يطولوا التعادل في هذه المبرأة لكن على الأقرب بتأكيد المتخب الإنجليزي حظوظه أكبر لفوز بأول ثلاث نقاط خليني كلمك عن ويلز وأمريكا منتخب الأمريكي اللي هو يمكن أمريكا عمتا الرياضة اللي بيفضلوها الأمريكان أكتر هي مثلا البيسبول أو الامريكان فوتبول أو الرجبي الكرة تنس ألعب قوة يعني الكرة يمكن مش مفضلة قوي لدى الأمريكان هل نقدر نقول النهاردة أن المنتخب الأمريكي قادر أنه ينافس بقوة أمام ويلز بيعتمد على معادل اللياقة البدنية وده شوفنا حتى من 2009 لو نفتكر أقرب منتخب بالنسبة لنا نقدر نفتكره لما كانت في مجموعة منتخبنا الوطني في كأس كارات في جنوب أفريقيا 2009 بيعتمدوا على معادل اللياقة البدنية والسرعات المجموعة دي بالنسبة له مجموعة يعتبر فيها فرصة أنهم يظهروا بمظهر الأقل لكن ويلز عندهم جاريس بيل هذا اللعب اللي كان بيلعب فيه الدوري الإسباني وتقلق مع ريال مدريد النجمة بتاعهم ويلز عندها برضو سرعات بيعتمد على الهجم المرتدد بشكل كبير مجموعة مفتوحة على مصرعيها مع المنتخب الإنجليزي أعتقد أنه المنتخب الأمريكي ممكن يعافر مع المنتخب ويلز الاثنين ممكن يجروا بعض للتعادل وهم الاثنين يبعدوا بعض عن المنافسة وتبقى الأمور أكبر للمنتخب الإيراني اللي قدر نواحق نتيجة إجابية وإن كانت التعادل أمام إنجلترا نهاردة موسيقى